اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد اسلام و مرحبا بكم هني كل عادة جبت لكم فيديو جديد اه مت نوع فيه شوية روتين وفيه وصفة اه باش ما تقلقوش مني كل مرة ان اه معنتها ان انا نعمل لكم نضيف لكم حاجة في الفيديو امتع كما تشوفوا لهنا قمت الصباح بتباع مشاركتش معكم قاوتي راني اول حاجة نعملها راني ديريكت نحضر القهوة متاعي نفطر الفطوري متاع الصباح ومن بعدك نقوم كان عندي حاجة نعملها نخمل البيوت وكل شي ومن بعدك هذي اللي هنا اه فطور معنتها بعد الفطور متاع نص النهار قمت اه غسلت المعونات كما تشوفوا هكا عندي شوية معون اغسلتهم ومن بعد عندي معنتها اه هكا شوية مش بارشا هم المعونات نغسلهم ديني تنظيفها معنت كل شي عندي انظيف لحقيقة انا ما نمسحش كل يوم الدار لخاطر الدار كلها مفروشة اه نمسح كونش معنتها صالدوبان والكوجينة نهار بعد نهار الكوجينة متاعي نهار بعد نهار نمسحها والصالدوبان ذيكا بطبيعة يوميا حافظون كما تشوفوا الهنا كملت اه معنتها باش نكمل تخذيط ذوكا المعونات تغسلتهم وبعد باش نتعديه ونحذره مع بعضنا اه العشاء من الهنا معنتها تقريبا عندي نص النهار ومن بعديكا باش نحذر ديريكت بعد ما نغسل المعون ديريكت نحذر العشاء وعلى بكري باش نقعد معنتها من بعديكا قيادة العشية من قاعدش قايمة حاط طماني نكمل بكري بعد الفطور ديريكت نركب العشاء امتاعي اه بتبعه من تنسيونيش في لايك وتشتركوا في قناتي الناس اللي يتشوف القناة لأول مرة اه ونشكر متابعيني الكل على الكومنترات الحلوين وعلى التشجيع وعلى الدعم وكل شاين اه لحقيقة قلتها يا بره باش نتشجعوا مع بعضنا لبنات ونحذروا معنتها شنوع ونعطيكم ادباره للعشاء اللي حايرة في ادباره ولا اللي حايرة اه لحقيقة والله انا نتشجع كي نبدأ معنيتها قدام الكاميرا نبدأ نصور نتشجع باش نعمل برشة حاجات اه مثلا كيما طويين الصابون انا راني نكره طويين الصابون طويين لحويج معانيها اه كيما هنا كملت المعونيتها كملت اخذيت باش نعمل السلاطة انفورة اخذيت البطاطا بتاعي قطعتها ام بعد اخذيت السنيريا اه اللي هو الجزر وقطعتو اه باش نحط البطاطا وبعد عندي جلبينة باش نحطهم في الكسكيس يفوروا اه جلبينة وبطاطا او جزر ومن بعديك في الاخر انضيف عليهم اعظم مصموت اه ونفوحهم بشوية ملح وشوية ففل اكهول شوية زيتونة انا ما نحب هاش تجيني بيذا نعملها شوية كركم باش يجا مانتها تجيني صفراء شوية اللوني متاح اكهو خليت هذية كم تشوفون هنا هي قاعدة السلاطة متاعي اتفور اه في الكسكيس ومن بعد اتعديت له هنا باش نحذر معكم كان لوني اخذيت الحم المفروم وحطيت عليه باش نحط عليه شوية ملح وشوية ثوم وشوية فلفل اسود اه لحقيقة والله خرجته من الصباح الحم المفروم لكن قاد لي كميت عرفوا الدنيا بردة وحطيت ومعنيتها في شوية ماء وما حب الشيت حقا قاد لي مثال لجي شوية هاشيلو عصرت عليه الثوم وحطيت الفلفل لكهالو حطيت الملح الهنام المفروض نعم شوية تابلو كروية ما عملتش نسيت مش ما عملتش نسيت نسيت شوية تابلو كروية تنجمو تعملو الهنام تضيفو شوية تابلو كروية لكن انا بعد اضفتو في الصوص وقعدت نحرك باش تدخل لفحات الكل في ذاك الحم ونحاول معناتها نحل لذيك الطروف الحم اللي ما زالوا انسى الجين عفوا ونقعد عندي اسطيس باش نوريكم كيفاش نعمره معناتها اللوني بتاعنا باش فيسا فيسا تتعمر ناخو بوشا دوي اه كما نحط في الحم ومن بعدك نحط نعمر بهم الكانالوني امتعنا هذه هي طريقة فيسا فيسا اه جيزت انا تعذبت شوية مش تعذبت شوية مش تعطلت شوية لخطر الحم مزيلا مكنجل حسيتو مصبرتش علي اه ما انت عملتو مزيل شوية 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 حسيلو المهم اه كما تشوفو هكا عبيت هذيك البوشا دوي متاعي هذيك الكلو هكا كو باش نقصو على حسب الكعبة الكانالوني معنا باش نعبيهم يما قد تلكم طريقة سهلة باش فيسا فيسا نقوم نكمل نقص شوية من من البوشا دوي باش يكبر شوية الفتحة متاع ومعناتها توسيع شوية باش يهبط لنا فيسا اكا وسعت بالي والحق راهو مفروض يمق بعد في الاخر باش سخنت شوية العجنة اه متاع الحم باش وللي فيسا فيسا يمشي مع اللولا اه تعبني شوية معنتها خطر الحم كسح شوية معنتها مثلا مزيل شا دروحو المهم كملت عبيتهم الكل اه واخير ما نقعد معناتها نعبي بداية وإلا تعبي بالمغرفة كملت اه عبيتهم الكل و باش نحضروا مع بعضنا اه السوس لهنا السوس عندي باش نعمل مغرفتينة تماطم اه معجونة و باش ننظيف عليهم كما قد تلكم اه ثوم اه وفلفل اكحال وملح وزيت و شوية كركم شوية تابل وكروية و شوية اه فلفل احمر مش برشا ما نحبش السوس تجيني اه حرة وما نحبش اه برداء اكا هوا نقعد ننظيف الماء ونحل اذيك السوس امتاعي بالبيهي حتى اللي يتحلل تماطم ومبعديك باش نصبه فوق هذيك الكانالوني امتاعنا هذه هي طريقة سهلة و بسيطة وفيسا فيسا هذو ما هكا كايبيت الكانالوني امتاعنا اضفت عليهم السوس بطبيعا هما خطرني الكانالوني اعمل المرقة مع انتها السوس تعمل على حسب باش يطيب لك المقارونة امتاعنا هذيك الكعبة قادت من فوق زيدة واحدة ثم من بعديك انحياء اولا هنا حطيت هذيك التباق امتاعي في الفور ودخلت باش نطوي هذيك ادباش الصابون نحيته من الشريطة وقلت اي بره نتشجع معاكم لحقيقة معنيتها اه 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 اعفوا قلت نتشجع معاكم ونطويهم باش ما يقعدوش اه باش ما يقعدوا ليش معنيتها اه اه مو مش مطوي اكا هو لحنا قعدت نكم نطويهم الكل ومن بعد باش اه باش نرجع كل حاجة في بلصتها باش لازغار في بيتهم والفل بلا كرم تحمل انا حليط الشميسة امتاع البرسين انا نقاها شميسة قلت خليط تتهوى شوية اه لحنا معنيتها بعد ما نكمل الطويان الكل اه شوفوا البنات انه الهنا راني نصل على اللقفة على وجه ومن بعد نقلبه على اللقفة باش ننشره ومن بعد كنجي نطويه نعود الرجعه اه نطويه على وجهه اصدقني تعب اتعب معنيتها المو الواحد ها اقلبها ونقلب في الطويان ونقلب في النشرة ونقلب في الغسيل اه 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 الموها اه اه اما ما تقولوا ليش اه حديدة راني انا ما انحددش لا انحددت باش ولا نحب تحديدة باش هذي دي جاد باش نتاع كل يوم ما عندي لاش انحدد فيه لا انحدد ونستعمل اصلا الحديدة بصراحة اه منيش من هيك الى الناس اللي مغرومة بالحديدة المهم معنيتها عندي الحديدة وكل امل لكن لا ما انحدد ونستعنى اني اصلا باش انحدد ما عنديش غرام بالحديدة اصلا فيك نطوية معنيتها اه 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 اولا هنا كملت نكمل معنيتها معكم نطوية هيكم ادباش نخو ادباش صغير واحده ودبشي انا واحده ادباش رجلي واحده ونرجحهم كل عادة ارني ما نحط في الجلس اه ادباش اه الا ما نخمل الي قبله معنيها بقاشي حاجة معوجة حاجة مش في بلاستها ساعة اكا يظهر لي انحي ونحط معنيتها مش اه معنتها مش نرجعش لبلاستو كما تشوفوا الهنا والله العظيم صبح التقس اه شميسة وسمح اه حصلوا يشجع على الحركة ويشجع على الروتي اكا ها اوكا شفتوا كيفاش معنت قدام الكاميرا في سفيزعة تويتم وكان معنتهم ما غير كاميرا رانية ترسلي نتبوخل نتبوخل عليهم ونطويهم برا ونجيك ونكمل نحطهم في الجلس كل حد ادباش امتيعه كما تشوفوا هكا ذاكا زيد القيتها محدوطة بيجاما بتاع جوكينغ متاعي وما يش مطوية كما قلتلكم رانية ساعات نحي وما نرجعش كما هو ما نرجعش في بلاست ساعته كي يظهر لي نحط حاجة وننسى وانت من منسى لا يعنيش اللي هي نعود اما لازم نراه لازم نعود من الاول وجديد وتولا هنا خرجت اللزانيا متاعي من الفور مش اللزانيا هي الكانالوني من الفور باش نضيف عليها الموزوريلا اللي هنا هذي هكا ميخذة موزوريلا عربي لحقيقة سمحة برشا تعمل هذي كالمطة والنطة المهم وطورا رجعتها مع التدوب الليش ملفور في الفور جيست باش طب بذيبت الموزوريلا ملفوق وطورا هنا خرجتها من الفور مرة اخرى وباش نهز منها المورسو ونحكي لكم مش على الريحة والفاحة على المطة متاع الموزوريلا وهذي كان عشينا للليلة وغادي كما قلت لكم باش ناعملت هذي كان السلاطة وفي الاخر اسمت كابتين عظم وقطعتها مفوقها اه ما نحكي لكم مش على البنة نودكم وما نشاهيكم وهذي كان فيديونا متاع اليوم وكانت وصفتنا وكانت اه روتيننا في في الدار ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم ما تنسونيش باللايك اه في فيديو قادم وبسيط سلمة